اللي عزين ودعي نفسك والوالدين والغير أونكي لابو المعاطي مبارح كانت رند على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت رند بسبب أنه هو عمل حوار متميز مع والد نجم كرة القدم كابتن أحمد سيد زيزو اللي أنا حاولت توجيهه من أسبوعين كده في سلوك معين ما ينفعش أنت تعمله يا ابن أنت راجل أخلاق ومتربي وابن ناس والمستقبل قدامك ولسه مكمل 25 سنة والإمبارح والإمبارح وبالتالي لا يبقى أنت والكرة قدامك تدع 10 أو 12 سنة بمجهودك البدن الرائع وبأخلاقياتك وبتربيتك الرفيع انت قدت هذا السلوك ورغم هذا مفيش الناس بقى عشان فهمك وعارفة أنك بتوجه لاعب بحب بما فيها والد مبارح عمل مدخلة معايا نص ساعة تحدث فيها أو مش تحدث فيها بس ده هو فرم فيها خلد الغندور اللي كان بياخد 2300 ألف جنيه من مرتضى أحمد منصور عشان يشتمنى ويفترع علينا ويقعد لقح علينا وما زال بي لقح عادي لقح يا خالد وافرح بنفسك يعني ما عادي يا ابن تلنك لقح لحد ما يعني صور مك يطلع لبرة مفيش مشكلة لقح زي ما انت عاوز هنتنين احنا بنشتغل بميهنية وزي ما طلعنا مبارح كشف المرتبات وانت فيين 230 ألف ده في 19 مش في 20 وانا سائب الملف ده لصديق العزيز عبد الناصر زدان لان انا ارفت من الموضوع ده والكلام ده يعني ايه مستندات تصيبك بالغسيان العيال الأبيضة والأجرية بيشتموا أسيادهم اللي صمدوا أمام جبروت رجل ظالم وافتراءات رجل ظالم وشتائم رجل ظالم ويجي واحد يقول لي ايه ده احنا وقفنا معاك ضد مرتضة تب ليه مش انا اللي وقفتي معاكم ضد مرتضة وكان فيه اعلاميين واقفين اصلا انا بدأت الموضوع وانضم ليه الأستاذ عبد الناصر الزدان بعدها بفترة وانضم ليه بعدها الأستاذ احمد سعيد وانضم بعدها الكابتن تمر عبد الحمين يعني انت ليه شايف نفسك انك انت سنتيني وانا كان بينه وبينه طار انا ردت على كرمتي لما طلعت اطول وانا مع خاد الغندور وردت وفرمته في اتحاد الكهور وما لم يزع اكتر مما ازيع وعندكو ممدوحش اشتاو سكرتين لاجنة الولمبية عندكو احمد مجاد رئيس اتحاد الكهور عندكو هانا بوريدة عندكو كل الناس اللي كانت موجودة فوق ماشي وكل حاجة قدام الناس لكن انك انت تيجي كل شوية شغل النسوان ونقعد نلقح وبتوع اليوتيوب يعني انت يعني ايه ده شرف لنا ان احنا نبقى اليوتيوب وبنقود الاعلام المصري معلوماتيا وخبريا فانبارح عملت الحوار بتاع والد كهرة والد احمد سيد زيزو رجل متحدث جدا محترم جدا لابق جدا عارف هو بفهم كرة كويس جدا وعارف هو ابنه امكانياته ايه قدراته ايه ورفض ان خيال اللي غنطروا لك احنا عملناه ومش احنا عملناه لا ده جاي من اوروب وانا هشتكيك للنادي ما جاب ليش حق هارفه عليك قضية وهقضيك ماشي لما نيجي نتكلم هنا انا بكلم مع والد احمد سيد زيزو الذي يقوم بعمله كوكيل لللاعب والد احمد سيد زيزو هو وكيله زي ما مستك كده والده هو وكيله ورجل بيفهم كويس جدا وتفاوضه بشكل كويس جدا وعنده سقف واخلاقيات رائعة جدا ام رب ابنه بشكله محتر وولاده بشكله محتر واحمد اخ الاختين هو وحيد يعني فانت لما تيجي انا اعمل ده فان اللي جان تشتغل شتيما في الراجل وابنه تب انت بتشتمه ليه يقولك عشان عاوز يمشي تب ما انت نفسك يا بتاع اللي جان يا اجري ها موافق ان مصطفى فاتح يمشي مصطفى محمد يمشي وما عندكش بديل ليه لكن عشان انت اجري ومش فاهم ماشي فبتشتمه خلاص فقعدوا اشتمه في الراجل وكابتان احمد سيد زيزو نارض احمد سيد زيزو مش شايف قدامه في الماشي ماشي فإيه اللي حصل ام متدخل كابتن محمود عبدالرازي الشيكبالة وعدد من اللاعبين وكتبوا عدد من التغريدات لتهدئة الاوضاع واللعب نفسه كتب انه بيحترم جمهور الزمالك ونادي الزمالك وكل حال طب انت هتقعدوا معاك غصب عنه حقك اعمل انت عاوزه حقك لكن اللي مش من حقك انك تديره وعد ان لو مش مصطفى محمد انت هتمسي فيبقى انت بتبعك جواب لسنت ايتيان بتفاصيل مصطفى محمد اللي اقولها لك اللي ارسلت لسنت ايتيان اربعة ونص مليون دولار دفع خمسة وسبعين في المية من الفلوس عند التوقيع الباقي تقسيد عشرين في المية اعادة بيع خمسمائة الف دولار في دور الابطال خمسمائة الف دولار بنود اخرى لو شارك في دور الابطال يعمل خمسمائة الف دولار ماشي فهنا انت وفقت المصطفى محمد ومنتظر رد سنت ايتيان طيب انا دوري ايه انا صحفي يا ابن جورنالجي هتجي تقوليش معنا ما جبتش في الاهل طب ايه الحالة المماثلة في النادي الاهل اما انا مبارح منتقد قدارة النادي الاهل بسبب موضوع جيرالدو وباجي بس انت عينك ما بتشوفش ده عمر ماشي انت عينك ما بتشوفش ده عينك بتشوف حاجة واحدة فقط لا ده ابو المعاطي زاكي عاوز يهد النادي الزمان وفهمت الجهلة اللي بيردده هذا المفرد ان الابو المعاطي زاكي ولا مليون زي ابو المعاطي زاكي يقدر يهدوا طوبة في نادي الزمان نادي الزمان القلعة رياضية عظيمة غصبة عن اي حد ودخلت بمناقشات مع بعض الناس المحترمة ورموز من مشجعي نادي الزمالك وماء الازال كان الكلام على ايه اصلا انت يا صاحب المعاطي وانت بتتكلم عن الزمالك ما بتبقاش فرحان لفوزه وبنحس انك انت اهلاوي وكلام بالشكل ده طب يعني حتى وانحنا بنتكلم انت محتاج الاحساس كمان طب انعمل لها كيف مشاعرك انت عامل لها كيف واحد قاعد بقى لاربع سنين يشتن فابو المعاطي زاكي ويقول عليه هو والعلي الأجرية الأبيضة المنافقين والأفقين ده بيكره الزمالك هفهمها لك انا ازاي اما البعيد ما بيفهمش هفهمها لك انا ازاي عاوز تشتمشت ما عندش مشكلة ان حد يشتم حقك يا ابن عاوز تشتمشت بس كل واحد بيعبر عن بيئته واغله وتربيته انا بعمل شغلي طيب اثر فيها الشتيمة ده خالص بقيت تريند الناس المحترمة المثقفة الوعية اللي بتفهم مش المطبلطية ولا الأجرية ولا المتشنجين ولا المتعصبين قال لك ده راجل عامل انفراد طب الراجل ده لو مطلعش مع اونك لابو المعاطي زاكي كان هيطلع مع برين فاي واقسم بالله كان متفق معه الأستاذ برين فاي انه يطلع مع بالليل برين فاي اللي مطلعش وانا قلتوها مش منافس لبرين فاي برين فاي تلفزيون بيشوفوا عشرات الملايين انا يوتيوب بيشوفني برضو عشرات الملايين عندش مشكلة فالرجل قال خلاص فاطلع معاي ايه الجريمة ان اعلامي يعمل حاجة بالشكل ده امال انتو بعض الناس العبيطة والهابلة اللي بتشتم تفرح قوي باعلامي يطلع يقولها ايه كحدثة في مثل هذا اليوم مش عارف البدنجان البدنجان والهمايون الهمايوني وتفشحات الفشحات وفي غسق الدوجة ويقولك الكلام اللي حمال اوجه ويقولك نجم كبير جدا يوقع لنادي كبير جدا وانتظروا الصفقة خلال ايام تقعد انت منتظر تراقي القد خلص والقايمة قفلت وما فيش حاجة اصلا اكدت مصادرنا في نادي كبير جدا ان هناك نجما كبيرا جدا من نادي شعبي وقع الى نادي شركات ايه يا ابني ده يا ابني المعلومة انا بجيلك كده جوته زباي انت فلان عمل كذا في يوم كذا الساعة كذا كده ليه قبل ما اطلع اقولك المعلومة لازم ابقى انا واثق منها واليوم اللي بقولك فيه مصدر في وسط الكلام تقدر انت تفهم المصدر مين في وسط الكلام تقدر تفهم فاللي عاوز يشتم اشبع شتيمة العيال الاجرية والقبيضة اشبعوا اكل حرام بس يفتكروا ان كل جسم النبتة من حرام فالناره اولى به انتو والوضع الحرامي اللي سرقني يفتكروا بس الحديث الشريف ده كل جسم النبتة من حرام فالناره اولى به طب انت عم ابو المعطة عمل لنا فيها مش عارف وجع قلبك ليه ما تروح تشتغل في الزمالك في المنظومة الاعلامية ولا في الاهلي ولا في اتحاد الكورة ولا كذا مش عاوز انا مستمتع كده مين قالك انها ما تعالتش علي يجيلك واحد مريض او صفحة مريضة او عيال عبيضة يعني فيقولك ايه ده مطروض من كل القناوان اول حاجة يا ابن انا صحفي جورناليست لما اشتغل مزيع في اي قناة فده عمل اضافي لكن اشتغلت مش في عمل البرامج مع واحد من قلمع المزيعين في الوطن العرب ومشيت بفترة من مرتضة وضغوط من مرتضة على ايهاب طلعت ومعرفش ايهاب طلعت دلوقتي بيعمل ايه وخلاص خضع اللي ابتزازه وضغوطه عادي جد ربنا فتح لنا ايه بعد كده قنوات اخرى وضف حاجات اخرى ثم جري وحارب عادي جدا 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 والواحد لما انفجر بكاء بعد سقوطه في الانتخابات مش مكتر الضغط النفس والعصبي ده احنا يا ابن جبال احنا جبال اتحملنا ملا يتحمله بشر بفضل الله وبركة سيدنا النبي ثقة في الواحد الاحد اللي بقيده كل شيء فلما اجي اعمل كمان شغلي تيجي تقول لي لا اعملته ليه ايه هتيجي بقى انت برو حمك تصرف على البيت يا اجري يا واطي يا برطة يا منحط فمش هتيجي انت تصرف علي انا باشتغل يا بر وباكتهد وباكتهد ايه هبل بقى يقول لك الست ده بيعمل تعصب بين الاندية تعصب ايه يا بر تعصب ايه واللي ماسك واللي شغال فتنة طول اليوم وقل لك ايه ولماذا الاهل لعب اربع مباريات على ما لعبه ولا زال لا يلعب في الاسماعيل ده قرار امن يهبل واي حاجة يقولها الامن يبقى تعظيم سلام تعمال ياكل في نفسه لما صور مطلع وكل يوم ولك ومن يعملون على اليوتيوب عكس بقى ناس محترمة تاني اختلفت مع سيف زاهر وقلت هبدة القر على مضوع مصالحة كذا لكن سيف زاهر بنفسه السوية الطيبة فاهم ان انا بنتقد الموقف مش الشخص وارد تكون عنده معلومات وارد يكون حد يكذب عليه واكيد مصدر رفيع المستوى في بيرامدز مثلا ماشي الحال لكن اج انا عشان انا شفت شغلي تعمل لجان واشتماعي ده فيهم واحد انا كنت متعاطف معاه جدا وبدفع عنه جدا ومرتدى بشتم ليته كاتب مبارح بس وقولك ايه كاره الزمالك الاول ماشاء الله عليك ماشاء الله عليك يا تخيبة فالزمالك نادي كبير غصب عن اي حد هقوم بشغلي اللي انا مقتنع ان هو عمل مهني ويستطلع طب ماشي لو انا دلوقتي يا عم بجيلك اقولك مش انا بقالي اسبوع بقولك تفاصيل احمد سيد زيزو لازم البعيد يفهم المنحط قليل ادب اللي داخل يشتم ان لما والد احمد سيد زيزو يخش معايا ويقول نفس اللي انا كنت بقوله يبقى ده الكلام اللي على الترابيزة واقسم بالله متواصل مع ناس اخرى في اللجنة واللجنة التنفيذية وفي النادي وفي الكورة وفي كل حال ومن اكتر الناس المحترمين اللي مكسب لنادي الزمالك ومش طيقهم خادر غندور كابتن اشف ازا مش طيقهم ليه عشان الرجل بتعامل بامانة وبعدل بين كل الناس هو لا مش عاوز يطلع في اي حتة غير كذا كذا ومتفق مع كابتن اشف قاسم بعد ما الدنيا تهدى كده لو فيه توقف اروح له اعمله حوار في قلب نادي الزمالك في قلب نادي الزمالك هو انت فاهم انك انت فيه بنا ادم اصلا سوي يقدر ان هو يعادي نادي يبقى جاهل على طوله غبي فمحدش يا ابني لا بيعادي نادي ولا بيعادي فرق لا اهلي ولا زمالك ولا اتحاد ولا مصري ولا كلام منه لكن تكشف فساد مالي وتتحقق منه نيابة الاموال العامة ثم تكشف فساد اخر وتقر لجنة لها الضبطية القضائية ويحال الى النياب عاوز ايه اكتر من كده كرم فمين هيجتمك الهيال الاجرية طب مصير احمد سيد زيزو ايه عم برمعاتي خدش في الموضوع مصيره والوعد اللي عند الاسرة مش مصطفى محمد هو يمس ده كلام معالي المستشار عماد عبدالعزيز مع والده وفي وجود اعضاء من اللجنة وفي وجود اعضاء من اللجنة التنفيذية لو مش مصطفى محمد ابن كامش يا ابني استغفال الله العظيم دل على اليوتيوب وتركي الشيخ لما فكر يخش على اليوتيوب عمل معي حوارين على اليوتيوب وقلتلك ان موسيماني جاي النادر الاهلي يوم الحد وهو وصل الخميس الخميس او الجمعة والناس كلها كان بتتكلم في ناس تاني على اليوتيوب والسانة اللي فاتت لما كان محمد الشيناو مصاب وكاب تنحمد ناجي سانة الموسيم اللي قبل فات قالك ده بيتربط عشان يوعب بديل لعاله لطفي قلتلكم مشارك واساسي وطلع سيف زاهر اشات بديل على اليوتيوب ورجعت ستة شهور في اتحاد الكهر طوله ما مش اشتغل اللجنة علامة في اتحاد الكهر طب تعالى في الاهل مش اشتغل في الزمانك مش اشتغل ليه عشان قدر اقول رأي حر بامانة ودخل على عيالي فلوس حلال مش معنا كده ان اللي شغالين لو سمح الله حاجة اشتغل زي ما انت عاوز تشتغل بس هو ما بيطلعش يقول ماشي فانا بطلع اقول ومش عاوز ولو رحت اشتغل مش حرام يعني الناس اللي شغالة في اللجنة العلامية في الاهل ولا في الزمالك وبيعملوا يوتيوب وبطلعوا قولوا قراءة ومش حرام مش حرام ماشي لكن اللي جو لك انت بتهدم الزمانك تعرف انه جاهل على طول تعرف انه حمار بيردد اي كلام وخلاص فاحمد سيد زيزو مصيره رحيل مصطفى محمد يعني رحيل احمد سيد زيزو كما هو الوعد هيتنفذ ولا مش هيتنفذ معرفش هيستسلم اللعب ولا مش هيتستسلم معرفش البعض بيقول ان ده كبري عشان يجي نادي الاهل تستطيع انك انت لو انت عاوز تمشي الامور طبيعية انك انت تعمل حاجة مهمة جدا انك تضعف شرطه انه لو عاد لللعب في مصر يدفع ميتين مليون جنيه تلتمائة مليون جنيه عشرة مليون دولار انت حر لو انت عاوز تعمل ده بامان طالما جبنا سيرة الزمالك عاوز اقولك على حاجة مهمة جدا ان اسامة جلال وفقت ادارة نادي امبي على بيع النادي الزمالك وان الصفقة في لمساتها الاخيرة لكن نادي امبي يشترط مبلغا ماليا 20 مليون جنيه والزمالك عارض 12 ممكن يوصل ال 15 او 16 لكن امبي يشترط الدفع مقدما الدفع مقدما ترجمة نانسي قنقر